ورجعنا لكم مرة تانية والفقرة التانية من برنامج حلمك صح ومعانا الفنانة الجميلة سارة جمال أهلا بيك يا سارة أهلا بحر نورتين النهار مرسي ده نورك والله الله يورفيك عايزين الأول نعرف السادة المشاهدين بيك مع حضرت عرفين المشاهدين أنا سارة جمال ومطربة إلى حد ما لسه جديدة تقريبا لا إن شاء الله ربنا أكرمك بس إن شاء الله آه يعني أنا بقليه سنة لسه بدخل المجال عملت كوفرز ستة كوفرز على اليوتيوب الحمد لله بعندي بيت جعلها 37 ألف جميل الحمد لله لنسي وردود أفعالها تمام يعني طيب الموهبة دي ربانية ولا ودربت عليها ولا مش يعني إيه ولا كتفتيها لا الحمد لله يعني موهبة من عند ربنا بحاول طبعا أن أطور نفسي إن أنا يبقى فيه في المجال أبقى فهمة أكتر فهمة مزيكة أكتر أدرس أكتر أعرف مقامات كويس أغني كويس حمد لله يعني طيب مين اكتشفك يا سارة؟ والله هو من البداية بقى يعني عيلتي بقى أهلي في البيت أصحابي بس هي البداية كانت أهلي أهلي أكتر يعني طيب جميل هتسمعيني إيه بقى؟ أول أغنية لك لحبتك عاوز يعني لا عادي شوفي إنتي الأغنية اللي أنت حباها نغني وردة مسلا ناش نغني وردة شكرا شكرا وأطير وأرفرف الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وأطير وأرفرف الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفايا عمري كفايا عمري اللي نقضى وانا بخاف الملامة وانا بخاف الملامة وقام الملامة ييل برافو عليك مرسي طيب ايه اكتر اغنية كان لها صدع في قلب سارة جمالة او دايما بتحب تسمعيها على طول وبتتمرني عليها او بتغنيها لا ليها صدع او ليها علامة في قلبي كانت اول اغنية نزلت على اليوتيوب كانت جابوا سيرتو يعني اغنية اللي سمعت اكتر مع الناس كان في قبلها كوفر تانية كانت سماسي تسيدك بس هي جابوا سيرتو يعني الناس حبيتها اكتر بقيت ترددها اكتر طيب انت عملت كم اغنية حب دلوقت هم ستة كوفر بس يعني مطربين كوفر فيهم كليب ولا فيهم او صورنا ببقى اشتر كان انتاج جازي بورداكشن وكان سنكسر المونتاج والتصوير والاخراج تمام انت اخر حفظة ليك كانت فيه في ساقيت الصاوي ولا اغترة او ساقيت الصاوي او دي كانت كم يوم اه غنيت حكايتي مع الزمن بل تسمعين حكايتي مع الزمن تمام عاديك بيتمران عليها وجاهزة او تمام مجد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشور اسم الحياة او كان جدا تمام كيف انقول حاجة المهر زين ماشي تفضل انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا اعلك قدرا يا امام الانبياء انت للوجدان حي انت للعينين ضي انت عند الحوض ري انت هاني والصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الله عليه وعلى آله وسلم بنقول كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير وكل عام انت طيبة برضو يا سارة الله يخليك حررتك بألف خير طيب برضو بالإضافة للإحتفالات اللي احنا يعني بنشاهدها لسه برضو مر علينا حرب اكتوبر المجيد عايزين نسمع منك أغنية وطنية معلش انا داخل عليكي ايه بس عايزين ناسا استمتع أكتر نقول حذالشيرين مثلا مش ركش مللها مثلا بلدنا ما نفي دينا نعليها مدام عيشي نعيش فيها سنين وسنين واحنا متطمين بلدنا ما نفي دينا نعليها مدام عيشي نعيش فيها سنين وسنين واحنا متطمين مش ردتش مني لها طب جربت تغنيلها جربت في عزمة تحزن تمشي بشارعها وتشكلها ممشتش في ضاحيها طيب مكبرتش فيها ولا لك سورة هرملة كانت عشقت في موانيها دور جواك تلقها هي الصحبة وهي القهل عشرة بلد بتبقها نسيانها علبة الموش سهلة يمكن ناس لينك فيها مش وحشك ولا غيبت عليها بس اللي مجربه فرقها قال في الدنيا ما فيش بعديها الله عليك طيب في حد معين بيكتب لك الكلمات لا هو أنا لست بنحضر يعني في حاجة ورجلنا الخاصة بيها هتبقى أول حاجة خاصة بي يعني دي لست بنحضر فيها تمام بلاش نحرق يعني الكلام فيها دلوقتي لا خلاص ما نحرقش ما نحرقش إحنا إن شاء الله كده تبقي معانا كده في حلقة تانية وتتكلمي باستفادة عن الأغنية الجديدة دي أو الكليب الجديد وبنتمنالك طبعا التوفيق إن شاء الله إن أنت صوت كويس وصوت موهوب وربنا وفاك طيب غنيت طبعا في الأبرة بكده لسه الحقيقة فيه اختبارات داخلها في الأبرة الأبرة فتحة الأيام دي فيه اختبارات المطربين يعني أو للفنانين والموهوب إن شاء الله عن طريق البرنامج هندخلك تغني في الأبرة بإذنة إن شاء الله إن شاء الله طيب حابين نسمع حاجة لفنانة أنت بيتحبيها قوي شوفي بقى أم كلسوم أو حاجة قديمة نغني أم كلسوم ماشي تمام أم كلسوم لم أكن من كبير في أم كلسوم تسأل عني لم أكن من كبير في أم كلسوم تسأل عني وعناية مكفيها النوم النوم يمصهرني أنا قلبي بيسألني يغير أحواله ويقول لي با يعني يعني ما خطرتش على باله على باله أنا قلبي بيسألني يغير أحواله ويقول لي با يعني يعني ما خطرتش على باله أم الغلاوة حبك فين وفين حنان قلبه علي وفين غلاوة توربك فين فين الوداد والحنية يا ناسيني وانت على بالي وخيالك مايفارع عيني يا ناسيني وانت على بالي وخيالك مايفارع عيني ريحني وأعتف على حالي وارحمني من كتر زنوني لا علي بي هوه النوم ولا بخطر على بالك يوم لا علي بي هوه النوم ولا بخطر على بالك يوم تسأل عني يا 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 مسهرني الله 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 جميل جداً وليلي بقى البيت مين أكتر حد بيشعجعك؟ والله هو أهلي في البيت أختي خلا يعني عمامي كان والدي والديتي الله يرحمهم بس هما يعني أكيد حسين يعني الله يرحمهم هما في الجنة إن شاء الله وربنا يرحمهم وأنتي طبعاً موهوبة وصوتك حلوة وربنا وفاك طبعاً إن شاء الله طيب أنت بتقولي الأيام اللي جاية بتجهزي لمفجأة إن شاء الله تمام المفجأة دي أنت حابت تنزل لا بلاشي بأكس كلوسيب دلوقتي بلاشي خلينا مكتبين كأحد بس بس ما نزبطها وإن شاء الله نعلن علىها قريب أنا بحاول يعني ما نصتش حاجة والله أنا عايزين نعرف يعني بس تمام بس هو إن شاء الله في خبر قريب حلبي طيب خير بإذن الله طيب آآ عايزين نسمع أغنية تانية على زوئك أنت على زوئك أنا أنا بحب أحب جابه سيرته جداً على فكرة عملين بيقولولي عايزين بهاية بهاية مش حافظها والله طيب يعني مش حافظها خلف قولي اللي أنت هي من بادري عملت طبعاً العداد عمالي يكلمني فأنا قلت إيه أصيبها كده شوية فأنت سمعينها براحتك بقى اللي أنت عايزة تغني آآ نغني جابه سيرته الأصالة أو لو هم حابين يسمعوا حاجة آآ إيه لا 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 أنت غني إنت سيبي تفضل جابه سيرته فست موضى قولت أسمع قولت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع والكلام جاب بعضه فجاب بدأت أركزه قاله عايش عادي قاله كلام من أرفز سمعت عنه حاجة ياريت ما سمعتها بيقولوا قابل وحتى بعدي وحباه حاولت أتوق في الكلام على قد مقدر مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها الله عليك قولينا بقى اي رأيك في الفن الحديث في الوقت الحالي؟ كطرب ولا؟ يعني مثلا كطرب وكشعبيات والله الشعبيات بمعنى اي مهرجانات؟ يعني الفن الشعبي الفن الشعبي مثلا رأيك فيه الطرب برضو رأيك فيه أكيد طبعا طبعا المهرجانات أكيد ملناش فيها الفن الشعبي اللي هو جيل محمد عدوية والناس اللي هي شفية جنال اللي هما ده أكيد طبعا ليك في الشعبي؟ لا يعني ممكن عدوية قوة يعني شوية طب ما تسمعينك ده إحنا عايزين نطلع من اللي بس ما تقوليش حاجة تتعبك أو مثلا تطلعك مثلا بشكل مش حلو لا إحنا عايزين صارة تبقى ماشية ايه؟ فطريق صحيح اوه ممكن من حتة صغنونه كده محبه من بنت السلطة خلاص ماشي معاك حسنا اشتركوا حسنا تبقى وبالهم عام والتاني راحوا الحبايب وبالهم عام والتاني ربط على البعد ولا 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 رجعين تاني راحوا، راحوا الحبايب تمام؟ كفاية؟ طيب، لا كفاية بس إحنا برضو لسه قدامنا عشر دقائق فلازم يبقى معنا أغنية ولا اتنين تاني طيب فعايزين نسمع حاجة مثلاً لبعض الفنانات اللي هم اللي ظهروا حديثاً زي مثلاً أليسة أو أمل ماهر فسمعين حاجة الأمل ماهر مدام أنت ذكرتها تمام؟ كل مرة بعدك لا عادي ما هنتي الحلقة بتاعتك تمام؟ إحنا عاديين نسمعيك أنا معتبيريني كده ما إلا إهو برسلوا خلاص تمام؟ قالوا بالكتير كم يوم من بعد منه هكاسي شوية واتبقى صعبة لعيش عليها قالوا مرحلة ومهما طالت بيها ما فيش تعب يدوه قالوا بلكتير كم يوم وهينتهلنا فيه وهملو ومشاعره من ناحيتي هيقلوا قالوا يا بناس عالناس تخلوا طب قلبي ليه مهمو لحد النهار ده سنين فاتت لقلت مشاعري ولا ماتت وعش قلبي ليه ومن قدق على الحالة دي وكان ساكر تماما جميل جدا طيب هو كان جايلك اتصال من جدك وعمك فانتي يوجه لهم رسالة من هنا تمام على الهواء وقول لهم انا بشكركم وانا بسامعكم وانا معكم ان شاء الله عمي او اه اه تمام قليل هم كلميهم زي حضرتك يا عمو او ببارك ايه اتشوفوني طبعا ايه هم تليني كون تليني هم سندي في الدنيا طبعا بعد بابايا وممتي ربنا ارحمهم يا ربك اهلي هم عايزوا ايتي طبعا يعني وسندي ربنا احب لي ومي ربنا نحن بنجلهم طبعا التحية وبنتكم صارة موهبة جميلة جدا وبنتمنى لها التوفيق والنجاح وان شاء الله نشوفها في اعلى المناصر بسي ربنا خليه طيب مين بيجن في العيلة عندكم بخلاف صارة جمال او صوتها زي صارة هو عمي عميك والله طب نجيبه مرة عمي شو محلو قوي يبقى يجي معنا مرة كده في حلقة انا عندي عمين عمين صوته محلو والله طيب طيب قوليلي يا سارة عايزين نغني حاجة للأم اي رايك للأم انا عاملق قابل كان للأم كنت بهدير والدتي يعني يا الله رحم طب تمام نهدي الاغنية دي والدة الفنانة صارة جمال حناني الدنيا في كفوفها وطيبت قلبها قاية وكل معيني بتشوفها بحس براحة جوايا حنانة الدنيا في كفوفها وطيبت قلبها قاية وكل معيني بتشوفها بحس براحة جوايا بتتحمل عشان كتير وفتحة قلبها قاية رضاها عني فتحة خير وجنة في أخرة دي بتتحمل عشان كتير وفتحة قلبها قاية رضاها عني فتحة خير وجنة في أخرة دي يا أمي بنسى الحياة لما تضمي وما فيش في قلبي مكان أكبر من حب لك أمي أنت الوحيدة اللي في دمي وما فيش في قلبي مكان أكبر من حب لك ربنا يا رحم ماما وبصراحة أغنية جميلة عايزين نختم بأغنية لمصر أهو آخر حاجة طيب أنا عارف أني نتعبتك النهاردة بس عايزين ناس استمتعدين ففكرني طيب قول قولي مصر هي أمي إحنا قلنا مش ركش مننا هنقول بقية تانية بقية تانية مصر طيب آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ من في ظهر دور وبتحى ما فيه تسلم يا سارة وإحنا طبعا سعداء بك النهاردة وإنتي نورتينا وإن شاء الله تشرفينا في حلقات تانية وبإذن الله معنا قريب في الأوبرا المصرية وبكده طبعا متابعينا ومشاهدينا في كل مكان نكون وصلنا لنهاية حلقتنا انتظرونا إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس المعاد وبرنامج حاح المقصح وإلى اللقاء